خلينا نكمل لأن فيه خبر برضو مبارح وعمل جدل هذا الخبر أو هذا القرار أثار جدل كبير جدا وناس اعترضت ويمكن الناس اللي اعترضت سكريم كانت أكتر من الناس اللي كانت حب القرار ده حقيقي رسميا شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأولمبي وده كان بشكل راسبي لما أعلنوا اتحاد الاتحاد المصري لكرة القدم بالأمس للمنتخب الأولمبي بنتكلم موليد 2001 وفي الاتحاد الاتحاد القرى على تعيين الجهاز الفني المقوم بنتكلم هنا من كابتن شوقي غريب مديرا فنيا ووائل رياض مدربا طارق سليمان مدربا لحراس المرمى وكمال عبدالواحد مخططا لأحمال وزي ما احنا عارفين برضو وجدير بالذكر هنا بنتكلم يعني لو هتيك تكلم عن كابتن شوقي غريب هو ليه إنجازات وليه أرقام ولكن السؤال اللي ترح بالأمس البعض كان بيقولك طبعا أنا عايز أفهم هو ده إعادة يعني يعني إعادة ثقة في كابتن شوقي طب ولو كانت إعادة ثقة طب ده على أي أساس على أساس نتائج مثلا هل البعض بيعتقد أن هي جيدة أم لا دي نقطة نقطة تانية البعض بيقولك ولا ده إعادة تعيين يعني هل هي أنت بتدي ثقة مرة تانية ولا أنت بتعينه مرة تانية دي نقطة اللي فيها جدال شوية خليني يقولك برضو كان مبارح في مداخلة أنا شفتها مع أحد الزملاء يعني في أحد المنابر الإعلامية وكان بيتكلم لأن الموزيع كان بيسأله وبيقوله حضرتك شفت إزاي أو طلقيت إزاي ردود الأفعال اللي إحنا يعني اللي وصلت من المختلف يعني وهي اللي كانت إلى حد كبير بتعارض هذا القرار هو أتكلم وقال أنا شايف أن ده قرار سليم أنا قدمت كتير قوي وأنا عندي كتير قوي أعمله وإحنا مستعدين للجاي وإحنا عندنا بالضبط يعني بتتكلم على 22 و23 عشرة 22 و23 و23 عشان أجهز بشكل يعني احترافي وكمان أنهى كلامه أنا بدي بريف يعني أو سريعاً اللي تقال إنه كان قال أنا بالعكس أنا جالي عروض كتير وكان كمان خارج مصر وأنا كنت بشاور عقلي فيها والبعض منهم كمان رفضتهم ده كلام كابتن شوقي غريب بيء الأمس فنختلف نتفق إحنا مش هنعلق ولكن إحنا بنسرد لحضراتكم ما قيل على الساحة يعني هو في كل الأحوال اللي حصل باختصار شديد إن تم تعيين كابتن شوقي غريب مديراً فنياً للمنتخب الولمتي خلفاً لكابتن شوقي غريب المدير الفني السابق للمنتخب الولمتي هكذا أرى الموضوع في كل الأحوال طبعاً ده أكيد زي ما أنت كنت بتقولي من ضمن الأخبار اللي أثرت جدل وكان الناس يعني منقسمين ما بين موافق ومعترض ومندهش يعني دول التلت أصناف اللي كانوا موجودين من مبارح